جوزي أكبرني وعاوزني إلا أنا أرمي أمي في دار مسنين أنا البنت الوحيدة لأمي من بعد وفاة أبويا وإنا جبت أمي يتعيش معي في البيت جوزي يرحب بيها أول إسبوع وتاني إسبوع وبعد كده بدأ يتقل منها وعادي يقول لها تبدأ القعدة هنا كتير طب ما تروح هناك في بيتها وإنت كل شوية تروح تبص عليها فطبعا أمي ست مسنة ومش قادرة أنها تعمل أي حاجة عايزة حد يخدمها مبين ومبين ومبينها مسافة طويلة علشان أركب وأروح له يبقى ساعة ونص رايح وساعة ونص جاي وعندي شغل كمان في البيت وطبعا أنا مش هروح أقعد معها ساعة وهاجي هتبقى محتاجة اللي يديلها العلاج ولي أكلها ولي شربها ولي يغسلها فعشان كده قلت أمي تهيش معي جي حلف عليا وقال لي أمك ما عادش قادة معاكي هنا مادم عايزة الخدمة يبقى توديها دار مسنين مادش هين فعني هي تعيش معانا هنا قلت له لأ أنا مش هقدر أستغنى عن أمي قال لي لنا لأمك طبعا أنا أخترت أمي وقلت خلاص أنا أخدها وهروح أعيش في شقة أبويا وهشتغل شغل هنا واثنين وتلاتة وإن شاء الله ربنا يقدرني وأقدر أصرف عليها بس المشكلة كمان إنه هو مش عايز يصرف على العيالي وقال لي عميلي حسابك أنت لو مشيتي هين من هنا مش هديكي ولا جنيل عيالك وشوفي بقى أنت هتعمل إيه جد أنا ما بقيتش عارفة أعمل إيه طبعا أنا هسد حق الإقجار واكل أنا وأمي طب وعيالي عيالي كمان في المدارس ودروس ومحتاجين مصاريف قد كده أعمل إيه اكتبوا لي في الكومنتات دي مشكلة واحدة كده جيلة على الخاص ومش عارفة حلها إيه ترجمة نانسي قنقر